أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن أعداد الشهداء والجرح جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لخيام نازحين في رفح قد يتجاوز المائة شخصة وعشرت الوكالة إلى أن القصف الإسرائيلي طال منطقة قريبة من مخازن تابعة لها كما استهدف منطقة مقتضة بالنازحين مشيرة إلى أن إسرائيل قصفت منطقة مصنفة على أنها آمنة وأضافت الأونروا أن المنطقة التي قصفت كانت تضم أعدادا كبيرة من الخيام البلاستيكية الأمر الذي تسبب في نشوب حرائق كبيرة مؤكدة أنه تم السيطرة على الحرائق ولكن المنطقة باتت مدمرة بشكل كبير